عن شخص غني وكريم وفي شيء لله سهل خير عزائي كيف الحل شو الأخبار قصتنا اليوم عن شخص غني وكريم وفي شيء لله بنفس الوقت اسمه عبد الله ابن معمر القيسي هذا عبد الله عزائي كان غني جدا ربنا معطيه موسع عليه وهو كمان كان كريم جدا شو كان يعمل كان في كل موسم حج يروح بعد ما يخلص الحج وكذا يجمع الشباب ويعطي كل واحد فيهم مهر عشان يروح يتجوز البنت اللي بدوا إياها وفعلا في أحد موسم الحج أعزائي بعد ما خلصوا الحجاج راحوا تجمعوا الشباب عند عبد الله عشان يعطي كل واحد مهر مرته وكيفوا الحبيبة اللي بدوا يسوي أرس بمزرعة اللي بدوا يطلع شهر عسل على بالي مبسوطين وعبد الله كريم يفت قديش انت مهرك خمس تلاف درهم يعطي قديه انت ستة لاف درهم ليه هيك يا زيادة شان الكناف يتكفي عند النسوات كلهم كيفين جدا كانوا الشباب كل واحد يجع ليه يقول له أنا مهر مرتي هيك يعطيه ويذهب ويتزوج ظل عبد الله هيك عبين ما خلصوا الشباب خلص كل واحد أخذ مهر مرته ورح فجمع الخدم تابعونه عبد الله وقالهم يلا الامو الأم تيعة احزموا الحقائب خلينا نذهب إلى المسجد النبوي نصلي فيه وبعدين نروح على بلادنا خلص خلصنا حج السنة وصلوا على المسجد النبوي وفاتوا بدهم يصلوا يجع عبد الله بده يكبر صلي الفجر يسمع صوت الرجل قاعد ببكي وهو بصلي ببكي بكاء بنوح فعبد الله راح قرب من الزلم عشان شوف شو قصته هذا ليش قاعد بعيطه وهو بصلي شو اللي يسائر معه شو قصته خلص الزلمة صلاته وصار يعيط بزيادة وينوح بزيادة ويحكي ريا 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 ويعيط وبعد ما نادى الزلمة بأعلى صوت عنده ريا ريا قال بيت شهر قال فليشهد البدر أنني كلف مغرم بحب شبيهة البدر ما كنت أحسبني أهيم بحبها حتى بليت وكنت لا أدري يعني البدر بيشهد أني ذييل وقب حالي بس اللي عيني إيجت عليها بتشبه البدر عشان هيك شو ساحت زي الشريطة فعبد الله إيجي عليه قال له انت مين ريا مين حبيبك مين بدر مين انتو مين ايش قصتك انت قال له أنا اسمي عتبة الخزرجي وريا هاي بنت شفتها بعد ما كنت أصلي في مسجد الأحزاب طلعت من المسجد ولقيت وحدي اللهم صلي على سيدنا محمد شفتها يا عبد الله وحكيت ليت الذي خلق العيون السودة خلق القلوب الخافقات حديدة عينيها سودي عبد الله حلوة جدا شبس شفتها يا عبد الله ايجت علي بعد ما خلصت صلاة طبعا هو ايجت عليه هو ساحة عزائي يعني هو لم يعد يتمالك نفسه قالت له انت عتبة قالها يعني زي ما بدك اذا بدك انت انا اكون عتبة والله اني عتبة قالت له ما لك انت عتبة ولا مش عتبة قالها لو بدك بصير ابراهيم كمان تفضل هي او امري او امري يا مهجة الفؤاد فقالت له هي مستحي والله عزائي اجمل ما في المرأة حيائها قالت له ماذا تقول في وصلي من يريد ويصالك ايش رأيك انك تأخذ اللي بدها اياك وراحة رأيها وهذاك يوم كان بالنسبة لعتبة كل يوم بيجي يعيط في المسجد النبوي قال له عبدالله طب ما تروح تتجوزها مدام انت لهالدرجة فوتينت فيها يعني ما بروح تتجوزها قال له يا من وين من وقتني عبدالله ما في فلوس ما في مصاري من وين اتجوزها قال له عبدالله جوزت نص حبيبت مكة بديش اجوزك والله غير عجب عندي عندي شو ما كله في الموضوع عندي يلا على بيتها يلا على مسجد الاحزاب طبعا صاحبنا عتبة انبسط جدا أعزائي ما كذب خبر قال له أنا الآن من روح عبيتها وينك من زمان يا عبدالله يا عبوتي يا حبيب قلبي وصلوا عند مسجد الاحزاب وصار يسألوا وين بيت ريا دلوهم وين بيت ريا راحوا طبلوا على البيت البيت فاضي وين 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 الناس سألوا الجيران قالوا لهم ريا هي وآهلها سافروا قالهم عتبة هنا ما صدقتها لاقي عبود وين وين سافروا قال سافروا على العراق قالهم طب متى راجعين الجماعة شد قال مش راجعين خلص رحلوا عن المدينة عن المدينة ما رح يرجعوا أبدا عتبة قال وهو حظي أنا حظي وعارفه الله يأخذ حظي لقينا عبود سافرت ريا وقال بيت شعر قال خلي لي إني قد غشيت من كثرة البكة فهل عند غيري عبرة أستعيرها أنا قد ما بكيت بطل عندي دموع حدا يعيرني دمعة أبكيها على الحظ زي الزفت عض الله شاف عتبة هيك قال له قال له قال له لك أنا أخليك زي هيك يلا على العراق عتبة قال له لك عبود اعقل يا عبود إيش مالك ويندك تودينا على العراق شو دم إنت لهون خلص ما قصرت وين نروح على العراق قال له والله أبدا والله خير نروح على العراق وما يتجوز ريا غيرك وراح جهز قافلة عبود والله إنه كفو يا عبود جهز قافلة وانطلق هو عتبة على العراق بحثا عن ريا محبوبة القلب وصلوا العراق عزاي وسألوا عن بيت ريا ودلوهم راح عبود هو عتبة عشان يخطبوا ريا فاتوا عها البيت وطلبوا إيد ريا من أبوها أبوها قال لهم أبشروا ولكن أنتوا جايينني من آخر الدنيا وجايينني خطابة وأردكم والله ما أردكم بس خليني أشاور البنت وأجيكم ما راح أطول سواني عتبة كانت تحكي لأبوها ما هي لقتني في الجامعة وقالتلي ماذا ما رأيك في وصالي من تريد وصالي قال له عبود اسكت ولكن فلاحتنا الله يأخذ يهودك خلي روحي شاور المهم فات أبو ريا عريق وقالها في واحد اسمه عتبة الخزرج يخطبك شو رأيك قلت له طلعوني باليانس هذا حبيب القلب هذا أنا ما رأيته أنبل منه وأوسم منه وأشجع منه هذا هو هذا this is the one دادي قلت له قال لها أبوها معناته صحيح الإشعاعات اللي كنت أسمعها وإحنا في المدينة واحد كان يظل يبكي في المسجد النبوي ويحكي فيك الشعر فضعت لنا بين العربان هيك يام وفقتي بدون نقاش كل الحكي هذا كان صحيح تيها بلانتي إذجلي شوي إذجلي الله يأخذ يهود قال لها والله ما أبعطيك يا والله لو توقفي على رموش عينيك ما أبعطيك يا يا زفتة الطين ريا قالت لأبوها يا أبا هذول متعنيين جايين سفري من آخر الدنيا ومعه واحد كريم وغني وصيتهم عب الدنيا وتردهم هيك تحجج لهم باي حجة حكي لهم خص البنت طلعت ولد تحجج باي حجة يعني أو أقول لك غلي عليهم المهر سوي المهر مبالغ فيه جدا بحيث أنهم يطفشون قال لها أبوها خلص تمام عشان خاطرك وعشانك أنت رديت علي رح أغلي عليهم المهر بحيث أنهم يروح طلع أبو ريا على عبود وعتبة قال لهم اعتبروا البنت لكم احنا منشتري زلام أبهمنا بس مهر بنتنا غالي قال له عبود شو اللي عندي احكيلي قدي مهرها يعني قديش احكي قال له خذ عندك ميت مثقال من الذهب عتبة قال ما أخذ أنجلينة جولي ليش يعني خير إن شاء الله قال له عبود أسكت اعتبره اعتبره صار ميت مثقال من الذهب شو كمان أبو ريا قال لك شو هالورطة هاي عبود اللي مماسك طلع اللي يحظي وميت ثوب من الحرير عبود قال له اعتبره صار شو كمان قد ما طبعا بقول له ولك لا تتحمس يا عبود قال له اعطيني اعطيني شو كمان قال له وخمسة آلاف درهم قال له عبود مش مشكلة اعطيني اعتبره اعتبره صار شو ما تقول اعتبره صار قال له وخمسة أواني عنبر قال له صار قال له وعشرين إينا مسك قال له إيش ما تطلب رح أقول لك خلص يعطيني من الآخر بلّ شو أهل العراقي اللي تموا عند بيت ريا في مهر فلكي قاعد بصير جوا البيت صاروا يشجعوا إنه خلاص أعطيهم إياه خلصنا فكنا منه شو هذا بظل الزلم فأبو ريا وجد نفسه بمأزق فاضطر إنه يقول لهم خلاص هذا هو مهر ريا ريا بنتكو خذوها معكو وغلوها وصارت ريا مرت عتبة أعزائي وخذوها معهم وروحوا وكيف عتبة أعزائي خلص ريا صارت مرته صارت حلاله أعزائي المهم أخذ ريا وروحوا فيها وهم بطريق الترويحة سمعوا قطاع طرق إنه مهر ريا كان كثير غالي وإنه القافل اللي ريا فيها فيها مهرها والمهر كان كثير غالي لدرجة إنه رح يغنيهم أشهر عن السرقة فيا بلحقوا حالهم يا باب بلحقوا روحوا عقافلة ريا ووقفوها واسرقوا كل المهر تبعها وفعلا وقفوهم قطاع الطرق وحاولوا يسرقوا القافلة بس عطبة يتخلى عن حبيبته بهاي السهولة أنا 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 شل أملي عبين ما أخذتها سحب سيفه وبلش يقاتل في قطاع الطرق هو وعبود ضلهم يقاتلوا يقاتلوا أعزائي وتملت الأرض اللي كانوا فيها غبرة من المعركة اللي كانت صايرة وعبد الله القيسي قد ما شاف شو اللي مر فيه عتبة عبين ما أخذ ريا وصارت مرته كان يقاتل من قلبه رب قامت المعركة أعزائي ويقاتلوا فيهم عبين ما هزموهم اللي انقتل من الحرمية انقتل واللي هرب هرب خلصت المعركة وخفت الغبرة من الأرض اللي كانوا فيها وبعد ما صفت جو عبد الله القيسي صار يدور ع عتبة خلص إحنا انتصرنا بس وين عتبة أنا مش ملاقيه عبد الله يدور 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 وين عتبة عبين ما لقى عتبة عتبة مغزوز في رمح في صدره ولما قرب عليه عبد الله القيسي يشوف إذا هو عايش ولم يتطلع ميت وراحوا ع ريا وخبروها قلولها عتبة مات فنزلت ريا عن الجمل وراحت عند عتبة وحظنته وظلت حظنيته وتحكي بيت شعر تقول تصبرت لا أني صبرت وإنما أعللوا نفسي أنها بك لاحقة يعني أنا مصيبتي كبيرة ومش صابرة عشان أنا صبرت أنا صبرت لأنه أنا أنا بدي أموت بعدك وظلت حظنيته لحد ثاني يوم إجوا عليها الصبح ولقوها ميتة عنده ودفنوهم عند شجرة سموها العرب شجرة العروسين انتهت القصة الله أعطوكم نعافي شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر